اشتركوا في القناة تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي دا شوفوها بأسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام حتى نسمع رأيكم بالمواضع اللي احنا نطرحها أو بالمواضع اللي انتو تردون تحجون بيها ويانا في حال ما تأمن الخطوياكم لأي سبب إن كان أتمنى أنه تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب آخر رقم اللي بصفة إشارة الو وتقدرون تتواصلون ويانا على الواتساب برسالة مكتوبة أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نعرف الرسالة من وين ومن منو ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدين يا كرام نبدي حلقة اليوم وأول ملف ويانا هو ملف مقاطعة الانتخابات وما بعد الانتخابات حجم المقاطعة الشعبية الانتخابات مجالس المحافظات فتح الباب نحكي عن الجدول الاقتصادية لهذه الانتخابات ورما كلفت ميزانية الدولة الكثير والكثير من الأموال اللي كانت في الدولة لو صرفت بالمكان المناسب بوقت هواية من العراقيين عايشين تحت خط الفقر وتزداد الحاجة بشكل مطرد لمثل هاي التخصيصات لتلبية احتياجات المواطن الملحة خصوصاً الاحتياجات الخدمية والاحتياجات التنموية والتربوية حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد إشاء السوداني خصصت مبلغ 150 مليار دينار حتى يمولون انتخابات مجالس المحافظات وأقر البرلمان الحالي لاعتماد المالي المخصص حتى يجرون هاي الانتخابات ضمن قانون الموازنة للعام الجاري واللي يتجاوز ل345 مليار دينار عراقي من بينها حصة محافظات كردستان العراق حجم الانفاق تجاوز الأرقام الرسمية اللي ما التزمت بها المفوضية أو اللي تلزم المفوضية المرشحين بأضعاف بعد أن بينت مصادر مطلعة تقديم عدد من التحالفات المشاركة بهاي الانتخابات المثيرة للجدل مبالغ ضخمة وصلت إلى تقريبا 250 مليون دينار حتى يكسبون ولاء مرشحين وللحقول دون انتقالهم إلى أحزاب ثانية مصادر ذكرت أنه كل المشاركين استفادوا من هاي الرشة السياسية بما فيهم اللي خسروا ممن ما تمكن أن يفوز على خلفية المقاطعة الشبيرة للانتخابات وعزوف العراقين على المشاركة بها دول المرشحين انتوا شفتوا الفيديوهات اللي نشرت أنه هم رادوا يشترون ذمام الناس إما عبدوا لهم طريق هنا أو هناك أو قدموا وعود بتحسين الخدمات مثل أن يبادر البعض بهذا الشيء أو يبادر الخاسرون أو يبادر هنا بطايق ورواتب رعاية اجتماعية خسر الانتخابات شن اللي صار طلعوا المرشحين اللي عبد طريق مثلا وراح دمر الطريق اللي أنجزه في وقت سابق قبل الانتخابات حتى يشتري ذمم الناس ويكسب أصواتهم وهذا اللي صاروا يا أخونا المرشح الخسران ما فاجر الانتخابات خسارة خسارة والله اللي حك باتر أجيب الحفارات كنها أدقلك من دوزة من سموين اللي حك حك والله اللي حك سد الشارع ما فاجر الانتخابات سد الشارع هيا والله شوفوا شوفوا مرشح سابق وصابق غفور الشمري هيا المرشح غفور الشمري هذا اللي صار وهذا المرشح أكو تسريبات تم تداولها بالفترة الأخيرة أنه أكو صلة بين عمليات الانفاق الضخمة اللي رافقت الانتخابات وعائدات تجارة المخدرات حتى يأمنون نفقات الدعاية الانتخابية وكشفت التسريبات انعقاد اجتماع قبل حوالي عدة تسابيع من قبل قيادات وضباط ومسؤونين من وكالة الاستخبارات والتحقيقات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمديرية العامة للاستخبارات والأمن والجهاز الأمن الوطني وممثلين عن جهاز المخابرات دولة كلهم اجتمعوا حتى يبحثون ويتشاورون وينسقون ببيناتهم التحديات الأمنية والإرهابات وتجارة المخدرات تقارير صحفية قبل ما يسرعون المرشحين اللي خسروا شي سوون مثل ما فلش أخونا الطريق قبل شوية دولة يشيدوها دولة يشيدوها السلام عليكم أهل الصغيرة نرى هذا المرشح لا يفضل أخذ محولة ومن خسر رجع شالها تفضل أحسين ألبوسي أحسين هنا السؤال الذي أريد أن أسأله إلى كل مرشح بالانتخابات وإلى كل كتلة سياسية وإلى كل سياسي موجود بهم أو يسمي نفسه سياسي ماذا تريد العالم تصدقك؟ يعني انت حطيت مولدة والكهرباء خسرت تشيل المولدة؟ ماذا تمنع على الناس بهذه المولدة؟ إضافة إلى هذا الشيء هناك شيء اسمه حكومة من المفترض طبعاً هناك شيء بالعراق اسمه حكومة بها رئيس وزراء وبها وزراء من ضمن هؤلاء الوزراء وزير كهرباء عمل هذه الوزارة أو هذه المؤسسة الحكومية من وزيرها وجوه هو توفير الكهرباء بشكل لائق إلى أبناء الشعب العراقي اللي هم ماذا يوفرون هذا الشيء لهم بالعراق كهرباء ماكوا إجاك مرشح وحط مولدة بكيفة خسر الانتخابات شال المولدة بكيفة زين من حط المولدة خبر وزارة الكهرباء قالهم أنا المرشح فلان فلاني حطيت المولدة بالمنطقة سين أرجو أنه تنطوها كهرباء وصلناها ولما راد يشيلها يا بقى أنا خسرت الانتخابات قطع الكهرباء رح شال المولدة شلون ده يصير الشغل بالعراق وين أكو سيادة وين أكو دولة وين أكو قانون إذا المرشحين هي شي يتعاملون والمواطن شلون راح يصدق بيكم إذا أنتوا عاي في طول فترة السنة والوراها 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 كملة الدورة الانتخابية الأربع سنوات آخر ثلاثة شهر من عدن بلشتوا تشتغلونهم بلشتوا تسوونهم شي بلشتوا تنطوهم خدمات بلشتوا بلطوا لهم طرق وهذا مو شغلكم لأن أنت مو مرشح للكتلة سياسية تدير البلد مو موظف بلدية شلون راح يصدقك إذا خلصت الانتخابات وخسر ورح تشلت إذنني وفلشت الشارع وغيره وغيره وإذا فزت فأنت ما درت لبال نهائيا الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق من جليل الشامي إن دل على شيء فإنه يدل على طماعهم وليس من أجل خدمة الوطن علي البريدان محس بحساباته الفوز وتعويض الخسارة تقدم عول على السرقة وبناء مستقبل بائس بأموال الشعب طوق الياسميني تقول لأن هاي الشكولات مهمهم الناس أهم شيء مصلحتهم ورياض مزهر حسباله يلغف بعد الانتخابات انظر ببوري أبو سبعة إنج فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية المرشحين المشكلة ما بيها إنه المرشحين السياسين اللي موجودين اليوم بالعراق واللي رشح إلى انتخابات معينة ما ومده يفكر إنه إنه هو موظف لخدمة المواطنين هو موظف لتسيير أمور البلد هو موظف حتى يخلي الحياة تمشي عدل ولما يأدي واجبة بصورة صحيحة راح تبدأ الناس تحبه لأنه هو موظف أدى واجبة بصورة صحيحة والناس عاشت بأمان وبراحة وبطمأنينة وبسكينة لما يجي الشتاء عدهم موارد تدفئة لما تمطر الدنيا ما يغرقون لما يجي الصيف عدهم كهرباء يقدرون يبردون نفسهم عدهم ثلاجة تشتغل لأنه أكو كهرباء عدهم أضوية بالليل لأنه أكو كهرباء وأكو ماء صالح للشرب بداخل البيت وبخارجه أكو طرق سليمة يقدر يمشي بيها ويروح ويرجع ويحافظ على حياته وحياة أولاده أكو أمن وأمان يأمن على نفسه وعلى أولاده لأنه أكو واحد يشتغل شغل صح ماكو واحد فقير وواحد مفقير لأنه أكو دولة تهتم بالفقير قبل الغني وأكو رواتب رعاية وأكو وظايف وأكو تعليم وأكو مدارس وأكو مستشفيات هاي في حال لو كانت أكو حكومة تشتغل بشكل صحيح لكن الجماعة اللي موجودين عدنا يتعين وزير صحة يبدأ يفكر شون يجيب مثل عديل أحمود عقد ليجلب عذراً من الكلمة نعل طبية للممرضين والممرضات والمستشفيات بخمسة مليون دولار يتعين بالبرلمان بلجنة الشراء يقعد يفكر شون يشتر استكانات إلى البرلمان بكذا مليون دولار يقعد يفكر شون يطلع هو وزوجته هو نائب بالبرلمان عمليات تجميل للخارج على حساب الدولة العراقية ويقعد يفكر شون يدرس ولده بالخارج على حساب أبناء الشعب العراقي ويقعد يفكر ابنه يصرف خمسة مليون دينار على الانترنت شهرياً مثل علي لشلاهه ابنه والمواطنة عراقي ملاقي فأنتوا تخيلوا اللي داي يصير بالعراق دولة الاشكولات هم ونفسهم دولة الاشكولات اللي يجاوب هاي الانتخابات خسر الانتخابات قال لك الشعب العراقي ما يستحق حتى أحطله مولدة فش روحوا شي للمولدة وأكو أحد المعلقين قال كان يريد يعوضهم لقى نفساً ضرب بوري راح شالهم قطاع الخدمات واحد من أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيراً على حياة المواطنة العراقي وعلى الحياة السياسية اليومية بالعراق فهذا القطاع اللي بيه خدمات أساسية وبنية تحتية وطرق وجسور بإنفاق مطبيعي من الأموال لكن ماكو شي تغير على أرض الواقع البنية التحتية مدمرة والمواطن ما دا يحس شيء وأكو فلوزة تنصرف وين دا تنصرف ما حد ندري الناس بعدها تعاني رغم توسع قاعدة المستخدمين إلها الجسور وحدة من هالشواهد على الفساد على الرغم من حاجة البلاد وبغداد بالأخص إلى جسور لكن الحكومة تتجه لتنفيذ جسر مشات بجوار جسم مشات ثاني قائم موجود والعالم تعبر عليه هذا الحاج يصار بالقريعات وطلعناه قبل فترة أول ما بلش هو يحطون أساس لكن ما درست الحاجة الفعلية المثل هذا النوع من الجسور بمكان ثاني من الممكن هناك يحتاجوا لأكثر بارحة عدنا اتصال أبو حسن من بغداد حياك الله السلام عليكم أستاذ أفل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضرتك ولكاد القناة الرافجين المحترمة حياك وبياك أرجو المعذرة يعني أرجو من عندك أن تتحمل نعم طبعا نحن آلي من الذين آلي صار لعدة سنوات أنا أتواصل إياكم على هاي القناة نعم حياك الله الصراحة أنا أحبكم وحب هاي القناة المحترمة العراقية الأصيلة تشرفنا يا غادي ولكن الله يحفظك ولكن علقناه وايا وماكن فايدة طرع عشرين سنة نعلق وننتقد ماكن فايدة بس أنا عدي كلمتين كلمتين عندي أردحت فيها على هذا طلعته قبل شوية هذا الهمام حمودي نعم الهمام حمودي حشل حضور هذا الكلب الصاقر أنت أردحت عني تحملني أستاذ أبل تحملني هو لما يقول نحن مقلوبين بسبب النظام السابق والله العظيم أنا مو بحثي ويشرفني أنا أكون بحثي آني قندرت البحثي أشرف من ذول الكلاب حشل حضور خلينا خلينا بعيدا عن هاي المسميات وهذا قولي لي تريد القول أخوي يعني يعني هو لما ليحتي على النظام السابق يقول يعني العراق أصبح مقلوب بسبب النظام السابق ما أنتم هم حرامية كلهم من أجل وثلاثة لحد الآن هم سرقوا العراق ما خلوا شي على البلد نعم ما خلوا شي على البلد فأرجع أقول للهمام حمودي أنت كنت فيه زمن نظام صدام حسين وأقول للهمام حمودي صدام حسين واتبع صدام حسين تاج على رأسك ورأس أبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا لكم أحسن جنا نحك على قطاع الخدمات وقلنا لكم أنه نبنى جسر المشات بالقرب من جسر المشات موجود أصلا تحول هذا الجسر اللي اسمه جسر الحرية بالقريعات إلى مثار للجدل بسبب أكو جسر مثل ما قلنا قبل شوية وأكو تساؤلات انطرحت من قبل المواطنين شنو اللي صار هناك وليش نبنى هذا الجسر وحجم التخصيصات اللي تم انفاقها على هذا الجسر شكيت بالوقت اللي ما تنفذ به بالكامل وافتتح هذا الجسر مخطط الجسر ما اكتمل لحد هاي اللحظة وصار افتتاح البارحة أعلنت وزارة الاعمار بسرعة انه مخططات الجسر راح تتنفذ الباقي من عدها فيما بعد خلونا نشوف جسر الحرية سياسة التخبط مستمرة هذا جسر للقريعات للمشات الجديدة شنو الفائدة مني عشرين مليار وجسر مشات للعلم وهذا ايضا جسر مشات يعني جسر بصف جسر المشات وهذا الجسر الجديد بوكان ما يكون جسر لعبور السيارات ايضا هو فقط مشات والمبلغ المخصص هو عشرين مليار هاي دولة الفساد يعني المسافة اللي بين الجسرين ما بيهن مئة مترة ثلاث دقائق يطلع منها الجسر الذاك الجسر بس على هامش افتتاح الجسر نان هاي اللي صارت بارحة محمد الشاع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران في افتتاح الجسر اعتبره إنجاز إلى حكومته وأبدأ به تصريح مستغرب جدا إنه هذا الجسر حلقة وصل بين الجريعات والكاظمية ببغداد لأنه كان النظام السابق يمنع التواصل بين الجريعات والكاظمية فتخيلوا العراقيين منسمعوا هذا التصريح من السوداني شنو موجة السخرية اللي قابلوا بها هذا التصريح خلونا نسمعها لأنه هذه المنطقة كانت في زمن النظام المقبور ممنوعا تتواصل بين الجريعات والكاظمية لأنه هذه المنطقة كانت في زمن النظام المقبور ممنوعا تتواصل بين الجريعات والكاظمية هو السؤال اللي ينطرح في زمن النظام السابق المقبور مثل ما قال كانت هاي الممنوع المنطقة ممنوعة أن تتواصل بيه المناطق الأخرى والكاظمية يعني اللي عايش بهاي المنطقة لما يوصل للسدة اللي تربط لقريعات بشارع عمر منطقة الصليخ القديم والمنطقة حافظها شبر شبر لأن بيتي هناك كانت أكو سيطرة تلزمهم ياهو يطلع قد من الإقريعات ترجع لي وراء واللي يقول لي أنت وين جاي تحكي راح أقول لها حبيبي الإقريعات تبدي من يم مشتل أبو سامر وأصعد فوق وأكو مدرسة مهجورة اسمها زمزم وروح يمنى تبدي لك المطاعم والقهاوي والبلام وغيرها كان النظام السابق حات سيطرة يمنعهم يطلعون من عدى مثلا إذا يريد يعبر للتاجي منك يلزموا يقولوا لي أنت من الإقريعات أرجع وإذا يريد يطلع للصليخ وشارع عمر يقولوا لي أنت من الإقريعات أرجع شنو كانت ممنوعة من التواصل أتمنى يوضح لنا محمد الشيعة السوداني الخبر اللي قال لنا ياهنالي ما حد سامعه الناس لما شافت هذا التصريع قلت لكم جاوبت عليها بسخرية فمحامي علي المسوي شنو هذا التطبيل هو جسر مشات ولو أي الكناني إشقد لعد أنت صغير حاجم يا رئيس الوزراء بحيث ترى جسر مشات إنجاز وتتباهى به مع الأسف العراقي حكموه صغار ورامي موفق سلمان كان سويتوه مع سيارات مو أفضل هالهوسة كلها وطلع جسر مشات وصرفوا عليه عشرين مليار وجاسم حاجم السعدي جسر مشات صار لهم خمس سنوات يبنون به فكان هذا تعليق الناس المشكلة أنه لما يطلعوا لك ويحكوا لك بإنجازاتهم أريدهم يطلعوني إنجازهم بالكهرباء وإذا تقولوا لي ليش الكهرباء خلينا نذكر تفريحات حسين الشهر الثاني ببدايات الاحتلال قال لكهرباء أنا هنخليها أربع وعشرين على أربع وعشرين ونتأمل نصدر كهرباء إلى دول الخارج والجوار صح لو غلط شوفوا الكهرباء بالعراق لين وصلت ثاني أكبر احتياطي نفطي بالعالم والعراق بأزمة وقود ونفط أبيض ومشاكل هواية وعند الغاز ينحرق والغاز اللي ينحرق يسبب سرطانات وأمراض جلدية خصوصا بالبصرة دي عانوا بسبب كثرة حقول النفطية اللي موجودة بالبصرة بسبب حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وعدم استخدامه في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية اللي أغلبها بالعراق غازية ومن ضمنهم محطات سمنس اللي استوردها نور المالكي وهي محطات غازية صاروا شيطون يطون دولارات بمليارات إلى إيران دا يستوردون غاز من إيران حتى يشغلون الكهرباء وحتى مع ذلك الشيء ما اشتغلت الكهرباء بصورة صحيحة عندك غاز يحرقوه وملكك وببلاش روح يجيب لك إيراني شنو اللي قدمتوا للمواطن تمطر الدنيا يغرقون حررت ومدهم من تنظيم إرهابي وهجرت أهلها وهس تمنعهم يرجعون وعدكم كثر من الدلال على هاي الأمور الأبرياء اللي موجودين بداخل السجون التعذيب اللي موجود بداخل السجون شنو اللي قدمتوا للمواطن العراقي يطلع لي بجسر مشات بالإقريعات سمال حرية بصفة أكو جسر مشات مسافة مئة مترة مؤقل بعشرين مليار وأكو مناطق هواية تحتاج إلى هكذا نوع من الجسور محمد من أمريكا حياك الله السلام عليكم أخويا السادة السادة حيكو حيكو قناة الرافدين البطلة حياك الله أخويا عزيزي من أكوين الثلاثة هما تسووا ذولي السوداني الله ينتقم على رأسه ورأسه حشاك الخلطة نعم ماذا هالفاشل ابن الفاشلة نطلعين فاتح للجسر والله القراءات بين الكاظمين حمد خلي حمد ذولا حشاك ذولا أساسا عرب وانشيا ليس يحكمون العراق قسمان بالله ذولا حشاك حشاك الزمال أسرى في العدو قسمان بالله ذولا عمد ذولا تتابعين كلهم لإيران يستغلون صالح إيران ليس يستغلوا صالح العراق قسمان بالله هذا محمد الشاع الارهابي السوداني هو الوطار الإيراني الارهاب هم ذولا صالح إيران يستغلون قسمان بالله وانشاء الله نهايشهم قريبة وبعون الله سيدنا محمد هذا الشاع السوداني هذا فجرب ارهابي هذا بخير خلينا نحطلعون المتاجين مدى الخائبة مخدرات يطببوها من إيران ترسوا العراق تاريس حتى النساء يتخذ كساب مخدرات قاسة من بالله عمل مدارس متشفيات مخدرات عمي خلي يقعدون بويتهم تحتاجينهم يجبس أنهم رفض أطمع نساء يقعدون تحياتي لك والقناة صباحة شكرا شكرا لك تعنيه مصحة وزراعة وصناعة وكل هواية أمور قضى وعلي هو يجي يقول لي إنجاز جسر مشات معامل العراق الكبرى تايرات وأدوية وجلود وغيرها وغيرها ومعامل تعليم كلها متوقفة عن العمل وصب معادن وأوكسيجين وفسفور ومواد كيميائية كلها متوقفة عن العمل ما راح شغلي واحد من ذني حتى يفكر شغلة عاطلية عن عمل بهاي المصانع والمعامل ويعيد إحياء كلمة صنعة في العراق مسوي لي جسر مشات بالقريعات بين القريعات والكاظمية سوا إنجاز هذا اللي هم دا يشتغلوه بالعراق فتخيل هو قاعد على جسر وقباله لأنه من هاتجهة من بين الجسر الثاني قباله دا يباو علي أكو جسر ثاني وراح يساولك مناقصة ورشام يوم بعد افتتاح جسر مشات الحرية مناقصة لتهديم الجسر القديم للمشات وشوفش قد راح يصفون علي قبل شوية حتينا عن أزمة الوقود بالعراق هس أزمة نفط أبيض بالعراق تعرفون الشتاء فلازم عندنا أزمات كثيرة في فترة من الفترات صارت أزمة ثلج بالصيف إذا تذكرون في بعض المحافظات الجنوبية بالصيف أيضا محافظات العراق تعاني من أزمة كهرباء بالشتاء عندنا أزمة نفط أبيض نفط الأبيض الكيروسين أو في بعض بلاد الشام يسمونه الكاز يستخدم كوقود للتدفئة في التدفئة المنزلية الصوبة هذه الأزمة مدت راسها من جديد على عدد المحافظات ورنخفاض درجات الحرارة أفضل عجز حكومة محمد الشاع السوداني أن تلقي حل لتدارك هذه الأزمة وينخفاض درجات الحرارة بالعراق كلها وصولها إلى الصفر أحيانا في بعض المحافظات تزداد حاجة للنفط الأبيض اللي اختفى من محطات التعبئة وارتفعت أسعارها بشكل رهيب بالسوق السوداء بره هذا كله يتزامن ويرتفاع منسوب الغضب والنقمة يم المواطن الناس استغربت شنو المحكومة جدت الطالب بتحديث بطاقات استلام الحصة الشهرية للوقود على غرار مطالبتها بتحديث بيانات البطاقة التموينية قبل فترة وما طلبتها بالأشهر السابقة هذا الشيء اللي سبب أزمة وزحام شديد وسراوات طويلة أمام المراكز المخصصة للتحديث والتوزيع دولة رئيس الوزراء المحترم تقبل أنت هذا الإذلال للشعب العراقي تقبل أنت ليش كل يوم أزمة يخترعون كل يوم أزمة يوم تحديث البطاقة الموحدة يوم بطاق النفط بطاق النفط شنو نستلمها من الوكيل هس تخلوها على المحطات رايحين جايين بين الوكيل وبين المحطات مع العلم التجاري يفترون بالشوارع تريلان هذا اللي علق المواطن على هذه القضية يعني العراق دي عاني من عجز بالمنتجات المكررة يكلف البلد تقريبا خمس مليارات دولار سنويا من ضمن هاي الفلوس اللي مهدرة ثلاث مليارات ونص دولار بسبب استيراد البانزين والديزل ورما جهلت وزارة النفط تطوير المصافي النفطية الوطنية وتركتها متهالكة من سنة الفين وثلاثة وسرقت البعض منها مثل مصفة بيجي من قبل العصائب وجماعتهم والله يعلم وين صاروا لقوا بعض من المعدات في كردستان على الرغم من انه العراق يعني يعتبر ثاني اكبر بلد مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وراء السعودية واحتياطاتها المثبتة من النفط الخام مية وثلاثة وخمسين مليار برميل نفط لكن السلطات الحكومية بعدها تستورت كميات من حاجة البلاد من مشتقات النفط من الخارج خصوصا ايران من دون ان تسد هاي الكميات حاجة العراقيين الفعلية بالشتاء عندنا صور اخرى من امام حيئة توزيع بغداد بينكم حال المواطن وتدافعهم الشديد للحصول على الكوبونات الجديدة بظل سوء التنظيم وتخبط الادارة خلونا نشوف هاي هاي التوزيع بغداد للمنتجات النفطية باعوا شهر شهر صار يومية يقولوا لهم باشا والعالم كاتلها البرد عكا وبونات باعوا طقوا الباب وطبوا ليش دا تضحكون على العالم ليش اردتهم النفط بصيف ماكوا بالشتاء ماكوا وين دا يروح وين وين دا تودوا دا تبيعوا باعوا العالم باعوا باعوا من زهقتها ومن حرقان الدم كسروا البيبان وطبوا الفيديو يتحدث عن نفسه ناس لما شافت هاي الفيديوات علقت على الموضوع ام جمال ليش مستغربين هو هذا واقع العراق العظيم من وراء الحكومات منتظر الجبوري اكثر اصحاب المحطات ما ينطون احد اللي يوزع للقرية مالته وينطي القرايب بعدين يوزع للناس وهيثم الزيدي صقطت البطاقة ومحصلنا نفط يومية معزلة وماكوا نفط ومحمد جميل يقول تعالوا شوفوا ديالة جحيم ومذلة بات تحصل قازمة بات ماكوا الله ينتقم من كل ظالم اللهم ربي ينتقم من كل ظالم فكان تعليق الناس على قضية ازمة الوقود خصوصا مادة النفط الابيض في فصل الشتاء وبها شهر طبينا على ابواب شهر الواحد وانتو تعرفون شهر الاثناش والواحد اشقد البارد يصير في بعض المناطق العراقية ابو احمد من بغداد حياك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله باباك الله نعم 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 الناس حافظ جهار يعني اللي انسجن صار لكاتين سنة ابنا طفل الزوج ومشايف ابوه وعليه شكوه اشتباه ما يشوف اللي جران بسجور دستير دوم يجي يطلع لنا واحد قاعدتنا بغير طريقة هارا جنطة وهارا مسموم هارا وابو الميد وكل اعطاك تحديد عليهم إلاها مدحة التعذيب هارا بحضو الصلة والتهميش ما يستحي ما يشوفوا جاف اللي عالي شبيها القسار حتى اكل ما يقضون حيوان ما يعطل والله عالي شياح بيس المرض بحضو الصندوق التحية لكل الراقبين وغراف الأصيلة الطيبة والكافة الجميع هياك هياك ابو احمد هياك يعاني المواطن ابو احمد ذكر نقطة قال اني عندي سيارة بعتها بسبب الازدحامات هل سنعنا نحش عن قضية الازدحامات المواطن العراقي ببغداد يعاني من السيطرات الحكومية بشكل مطبيعي بسبب انه هاي السيطرات بدل ما تأمن المواطن صارت نقمة صارت مكان يعكر حياة المواطن اللي هي اصلا حياته مثقلة بالكثير من المشاكل والكل يذكر مثلا تفجير الكرادة طب من شم سيطر ووصل وفجر وراحوا من راح نتيجة هذا التفجير المجرم لطالة معانا المواطن من القوات الحكومية المدعومة بعناصر من الميليشيات اللي عادة ما تفرض اتاوى على الشاحنات المارة بين المحافظات بحسب حمولتها بكيفهم اضافة عن سيطرات المرور بداخل بغداد وطريقة انتشارة عشوائية اللي تسبب بازدحامات كبيرة بسبب انه هي موجودة بمكان غلط هذا اللي صار على واحد من جسور بغداد المدورة السيطرة وين فوق الجسر خلونا احنا على جسر الدوار يعني اكو سيطرة مع المرور يخلوها على الجسر ايه ماكو يتشي عمي ماكو يتشي يعني ايها مدية المرور قالتروم هيكي يعني يسترفون هيكي هذا الازدحام واليوم جمعة واقفين هناك ميصر يا عيني والله ما يصير يعني انت من واقف على الجسر انت فاعلين يمثون للناس مصيادة مصيادة انت مخلي نفسك هناك يعني افرض واحد اندفت شغلة ما راح يشوف الازدحام اللي انت بسبب على الجسر ويطلع من جو وهو يفلت فرضا لو انتم سوين هاي السيطرة لغاية ما من سنوات الاحتلال الاولى العراق يشهد فوضى خلاقة وشبيرة غيبت اسم الدولة تذكرون مصطلح الفوضى الخلاقة اللي قاتها قونداليزا رايس هذا اللي صار بالعراق غيبت اسم الدولة بشكل كامل ورا ما صارت الميليشيات تتحكم بالمعابر بين المحافظات تفرض اتاوات وجزية بعض المناطق اللي تسيطر عليها حتى تحولت الى وحدة من ظواهر الفساد اللي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكومية خصوصا داخل يو دفاع احنا نحن نحن سيطرات حكومية عدنا سيطرة هنا سيطرت الصقور بمدخل بغداد موجودة سيطرة الصخور وانت جاي من المحافظة انباريز تريد تدخل الى العاصمة العراقية بغداد تحولت من نقطة امنية الى نقمة امنية محطة لاستفزاز المواطن يقعد بها المسافر ساعات وساعات وساعات حتى صاروا الناس سموه حاصودة الارواح لانه تسجلت بها حالات وفيات الى مرضى وولادات بسبب طول الانتظار وابدوا العديد من المواطني وسائقي الشاحنات تذمرهم على مد الاسابيع والاشهر من هاي السيطرة بسبب اتفاق عن عصر السيطرة ويأشخاص يمتهنون بيع الشاي بالقرب من عدها حتى يقدر يدفع لهم مقابل تسهيل عبورهم بمحاولة من تلك القوات اللي تبعد الشبهات عن نفسها دعونا نشوف تعليق احد السائقين على هذا الموضوع سيطرت السقور وما ادراك ما سيطرت السقور شوفوا عيني شوفوا حكومتنا عيني هذا الدجاج مايعبور هذا الحلال مايعبور هاي العالم صار لها يومين واقفة ها والله والله السونار ما يشتغل بفضل عم انتعلي من جايب اذا ما يشتغل بفضل احنا شنو ذالبنا صارنا يومين واقفين انتو نايمين يا من اسوانكم شوفوا عم الكوفر شوفوا العالم الصاير بيها شوفوا نعم سائق شاحنة الحمل أو سيارة الحمل اللي محمل بضاعة هو ما لا علاقة بها هو وسيلة نقل وسيط بين المكان اللي طلعت من عنده هذا البضاعة إلى التاجر والتاجر هو وسيط آخر من المصنع للمنتج إلى المسالك اللي هو المواطن فهنا عندك وسيلة نقل وسيط بس شالس الغراض بسيارته وطلع بشاحنته أو بالتريلمانته أو باللوري أو بسيارته حتى يعبر بها إلى بغدادة ووصلها للتاجر حتى التاجر يبيع على المواطن إذا فزدت البضاعة بسيارته منه يتحمل المسؤولية شي يقول للأبو بضاعة أنا إذا كانت تاجر وإجاني واحد من السوار وقال لي أبو سيطرت الصقور ما خلاني أعبر ثلاثة يام وفزدت البضاعة أرجعاني أشتكي على أبو سيطرت الصقور ما راح يصير بس تعرفون منه راح يدفع القيات وحقهن للبضاعة اللي في الزن سائق السيارة نفسه راح توقع برأسه الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع أول تعليق من أبو ملاك العزام والله ما أدري ليش هي شي سوون عمي ترك العالم تشتغل على باب الله العالم باعت سياراتها من وراء السيطرات عمي والله هذا دمار للاقتصاد وحركة التجارة فتح السيطرة للعالم وترى السيطرة ما تمنع أي شي مجرد تعطيل للعالم وأخذ رشاوي والأمن والأمان ما ينفرض بسيطرة عبانة المفروض ينتبهون لهذا الموضوع المهم عباس خضير شي لا يعقل في بلد المليارات هذه كلها ضمن مؤامرة مدروسة من قبل المسؤولين لإبقاء العراق وشعبه في العثور المظلمة محمد مصطفى المرعي لا حياة لمن تنادي حكومة حرامية وسلابة وقادرين على الفقير الله ينتقم منكم وقيس التركي هذا هو العراق الجديد والمصيبة طريق دولي والله مخازي وعيد أكو طريقة يستخدموها دول العالم المتحضرة ودول العالم الأولى والثانية والدول التي تحترم نفسهم في حال أن أرادت تفرض جباية ما على أحد الطرق وهي مو كل الطرق يخلوها بفلوس أكو بوابات وأكو جهاز قارئ وكاميرا وبيها قاطع ويوزعونهم كودات يوصل للقاطع ينفتح الباب ويقص الفلوس من عنده مباشرة فإذا أنتوا على مود الفلوس خلوا هاي الشغلة موجودة بالعراق وخلوا الناس تعرف سائق الحمل أو ما عارشون نشكت قيمة القطع الواحد عليه حتى لما يوصل بضاعة توصل بالوقت المحدد ويقدر يقول لأبو بضاعة يقول لأبا أنا أخذ قياتي هل قد وأكو هل قد طريق أنت تفعله وبنوصله شون نتعامل بيه الموضوع وخلوا الناس تعبر ليس يومين وثلاثة وأربعة يوقفون بالسيطرات ناظم من بغداد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شونك السادي ألا بيك الغالي أنا متابع البرنامج أسمع صوتكم نعم بس حكيت تجيب الموضوع طرقت البطاقة الوقودية نعم وطلعت مشهد العالم تركض حتى تحصل عليها نعم بس أنا شاهد الله عليه ورقيم نعم وحكينا كمان الله أمام العالم نعم البطاقة الوقودية رحنا من الوكيل اللي سلمناها لقاء ثلاثة آلاف دينار نعم ليش هاي الشغلة صارت أحسن ما نروح يعني واحد أم اتقدهم ذاك اليوم يقوله عم تبا تروح المحاق في الوقود القيلاني أول شي تقصلك بلق نصطع الشهالي في غير التحف بس شاهد الله يا أخي ماكو هايش حكي هذا التوصير ما دلو من المطورة وجوز مو على الوقودية أنا جاي أقول لك شاهد الله عليه ورقيم أخ ناظم أخ ناظم أخ ناظم أخ ناظم من الممكن الوكيل منطقتين مو من منطقة وحدة طلعنا فيديو من هيئة توزيع بغداد و اي نعم هاي بلقيلاني اي طلعنا فيديو من هيئة توزيع بغداد وطلعنا فيديو آخر من محطة وقود للتوزيع ما وصلنا اسمها بالتحديد بس الفيديو شفنا هاي توقيت بغداد الساري نعم أنا قل لك بالشغلة بس المحطة الوحيلة التوزيع البطاقات الوقودية هي وقود القيلاني من شافه ازمع الناس صارت عليهم مظاهرات وغوشة وزعوها على الوكلة لقاء 2000 دينار والوكيل ياخذ 1500 صارت 3000 دينار أنا أشكرك شكرا 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 شوارع العراق حاليا مملك للجميع صارت حكر على المسؤولين ومواكبهم لما صارت مواكب الحمايات الشخصية تقطع الشوارع بسيارات مصفحة تسبقها وتتبعها مركبات مسلحة بمشهد يعتبر سائد بشوارع المدن العراقية وتصنف أهمية هذه المواكب حسب انتماءات الشخصيات اللي موجودة بيها واللي تقوم بمهمة حماياتها وتسليحاتها للحمايات انتشرت مواكب الحمايات الشخصية بشكل كبير جدا يبدو أنه خرج عن السيطرة بحيث انه ما صار بالإمكان التمييز بسهولة بين سيارات المسؤولين وحكومين أو أعضاء مجلس النواب أو سياسي أو حزب أو زعماء ميليشيات أو ولدهم رجال المرور دائما ينصعون لضغوطات مواكب المسؤولين على حساب تنفيذ القانون وسلامة المارة بأحيان أخرى يكونون عرضا للاعتداءات اللي نفذها أفراد حماية هاي المواكب صارت مشاهد الاعتداء على رجال المرور والمواطنين مما تصدر من شخصيات اتمثل القانون وسلطات الدولة الثلاث ظاهرة اثير مخاوف العراقيين لهذا السبب ركزنا قسم التواصل الاجتماعي على هذه القضية في هذا الانفوغرافيك اللي راح نتابعه سويا عن مواكب وحمايات المسؤولين ميليشيات مصغرة بغطاء قانوني اشتركوا في القناة 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 هذه ظواهر سيئة بالمجتمع اليوم الدولة المفروضة تطبق القانون والحكومة هي مثل تزنين اشتركوا في القناة السلطة التنفيذية يمشي رونك سايد الجماعة يساون البقية يكتلون بالعالم ويمشون على جثثهم يكسرون بيوت وماعرفون العالم ويطلعون من وقت بس هذا اللي دا يصير بالعراق هذا اللي دا تشوفوا امامكم واحد يدوس شرطي الثاني يضرب شرطي واحدة تنزعل برجلها وتضرب شرطي جماعة وزير يضربون موظف او منتسب او شرطي جاءوا حمايات ما ادري منه يضربون شرطي وراها رئيس الوزرائي مشي رونك سايد وانتوا قيسوا شون دا يديرون البلد اضحك معك لاوات مفوضية الاطار هذا الوسم لتصدر منصة اكس من اجل السخرية على نتائج مفوضية الانتخابات والتشكيك بيها ورا المقاطعة الشبيرة اللي شهدتها ورا رفع نسبة التصويت الى اكثر من 40% بوقت مشاركه وبهاي النسبة الا تقريبا 12% وفق التقارير الصحفية خلونا نقرأ بعض المناشر او المنشورات انوار محمد نكرر رأينا باعيوننا اعداد المشاركين واحصينا باعيوننا اعدادهم نسبة لا يمكن ان تصل الى 5% فاي رقم اعلى من 5% سيكون مدعاة للسخرية منكم اكثر احمد العراقي ببركات المفوضية خوش طلعت كلاوات نسبية هو غير المراكز فارغة منين جتي ال41% اتقاسموها ام قبس اغلب النسب بين 5% اغلب النسب بين 5% وبين 0% وعدد قليل فقط من المحطات تتجاوز فيها النسبة من 5% فبالنسبة العامة لا يمكن ان تتجاوز 5% هو ان اعلنت المفوضية عنها واروح سيسجل التاريخ ان الشعب حول الطلي السفيهة الامريكية الى مؤذن يتوسل بالجوامع ليرفع نسبة المشاركة وما استطاع ان يجمع حتى 5% من الشعب للانتخابات ايشتاق اضحك معك لاوات مفوضية الاطار المشكلة انه هم في كل انتخابات تصير بالبلد برلمانية غيرها وغيرها وغيرها علم انه هاي انتخابات مجالس المحافظات عشر سنوات هي متوقفة لكن اخر انتخابات صارت بالبلد هايه والبرلمانية اعلنوا عن نسبة الشعب كل جزين متيقن انه هي كاذبة يعني لما يطلع لك في انتخابات مجالس المحافظات ويقول لك نسبة المشاركة 41% 41% منه 40 مليون انت تتحكي على 26-27 مليون واحد مشارك عفوا 16-14 مليون مشارك بالعملية من 40% 50% 20 مليون 40% 10% من 40-16 مليون المفروض مشاركين وين اكو مراكز انتخابية نقدر نحسب بها 16 مليون 16 مليون لما انتحكي على اقتراع خاص واقتراع عام والمشكلة يطلعون واحد يقول لك البرد ودرجات حرارة ما كانت باردة بالانتخابات واحد يقول لك الضباب واحد يقول لك الاجهزة كلها تقعد تشذب على العالم ورا تطلع المقوضية تقول لك واحد واربعين بالمية فشلون العالم راح تصدق بهم ونفس الشي صار من انتخابات البرلمان السابقة همين اعلنوا عن النسب والشعب كان مرايحهم ما منتخبوا ما يريدهم فتخيلوا هم دا يديرون البلد بأي صورة ورقية نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشر بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة